عشية عيد الفيطر يشهد حي باب الوادي قبالاً كبيراً من المواطنين القادمين مع أولادهم قصد اقتناء ملابس العيد إلا أن الأسعار تعرف ارتفاعاً محصوصاً مقارنة بالسنة الماضية هذا العام شاهد الأسعار ارتفاعاً رهيباً رهيباً لا نظن أن المواطن الباسط يقدر لهذه الأسعار لا نظن أن العوام اللي فاتوا كانوا أرخط قليلاً من هذا العام ما نقول لك ما نقدر شو أحد المواطن الباسط يقدر يشريه ولا يكسي أولاده ولا بزا 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 أبسط حاجة تلقاها 900 مليون ولموديل كما كل عام كاين اللاودقام وكاين البدقام كما كاين في كل كاتيجوري عندها الفئة الحويشتاحة كاين أسعار غالية كاين ميداك أنصر بيبصر حتى 12-13 مئة وكاين حتى 350-250 صافية عندنا غالي كاتيجوري عندنا مرخي ساحة الغالية نحن مدى بينا نقصوا قعل الفئة على المجتمع جيت مع بابا وماما وديد وأنس وحتشيت حواجل العيد سرويل وتريكو وباسكات بيضا هنشري سرويل وتريكو وشباط جيت مع ماما وماما محمد واحد ممن التقيناهم في جولتنا بمحلة بيع الملابس بباب الود أكد لنا أن سعر ملابس ابنه تروحت بين المليون سنتيمة وكتر أما عن أصحاب محلات بيع الملابس فأرجع هذا الارتفاه للزيادة التي عرفتها أسعار النقل والشحن هذا العام ليس كما العوام ليفاته هذا العام نحن مور في اليامات الخرانية تنقص شوية عندنا لأبريس مي باركونت العام هذا تبدلت شوية الحال أبنسكو الأسعار بزاف غالي هذا العام طونك على بك الأسعار تاع الشحن زادت بزاف أوتوماتيكمون سلعة سوما تعلي برودويت زيت بزاف بل كالشيء يخلى الناس تزيرت شوية العام هذا مع الكورونا سي بورسي العام هذا الأسعار بزاف غالية وصح بزاف غالية بين مبررات الزبائن وتجار كسوة العيد يبقى عدد كبير من الأطفال بلا لباس عيدي بسبب الغلاء والقدرة المعيشية المتدنية